انا اكره الشخير اجتمعوا يا سنافر اجتمعوا سيقوم بابا سنفور بإعلان مثنفر يا غطبان عليك أن تسرع إن أردت سمع إعلان بابا سنفور انا اكره الإعلان حسنا لكنك لن تفوت أبدا تعرف ماذا؟ انا اكره تعرف ماذا؟ يا سنافر الصغار اليوم هو يوم عناق السنافر لقد أجد هذا اليوم الخاص للتركيز على أهمية التعبير عن المشاعر لازينا المحبة تجاه أصدقاء السنافر والآن ننتقل إلى أفضل جزء في الأمر انا اكره أفضل جزء في الأمر هيا جميعا عنقوا بعضكم البعض عناقا كبيرا مسنفرا أنا أحبك رسام هناك حقيقة تقول إن العناق مفيد للصحة أنا أحبك يا مفكر أحبك أنا أيضا قوي أحبك أيها الطفل سنفور أحبك 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 أيها سنفور الوسيم والجميل أوه غطبان يوم عناق السنفور سايدة أكره يوم عناق السنفور أنا أكره يوم عناق السنفور مرة حاول أحمق أن يعانقني يا للحور فحولته إلى سؤلل على إصبع قائمة كونفوذ آه يا للذكر السعيدة آه هذا جميل لا أطيق يوم عناق السنفور أبدا وهذا العام سوف أفسده قبل أن يبدأ حتى تصرف جيد يا كمونو هدفي الأول في جعل العالم من دون حب قررت أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي تجريد مخلوقات العالم كله من مشاعرهم هذا جيد جدا أنا أبقي غرفة مكائدي بنفس حراراتي قلبي باردة قدر المستطاع آه أوه إرجازي الأهم عاصل جاليد هذا جميل حقا كل مخلوق يشعر بلدغتها يفقد مشاعره كلها لن يشعر بالسعادة ولا بالحزن ولا بالغضب والأهم أنه لن لن يشعر بالحب كل عام في يوم عناق السنفور نحاول دم غضبان يوم يوم وكل عام يفلط منا لكنه لن يسنفر منا هذه السنة كل هذه السنوات التي كنت أسعى خلالها إلى بناء عالم من دون حب قضت على صحتي هذا صحيح لن أستطع أن أجمد مشاعر العالم بمفردي أحتاج إلى من يساعدني أنت تخبر قصصا مضحكة أرى أن صديقيك تركاكي ما رأيك في هذا؟ لا يهمني ممتاز ممتاز إن كنت لا تهتمين فأنت لا تحبين والآن يا جنية الصغيرة سوف تقومين بعملي استعملي هذه العصى واستعمليها جيداً جمدي كل قلب واجعله حاقداً خصوصاً قلوب السنافر تذكر سناجب وسنافر أمام وأرانب لا تنسي أحداً انزعي الحب من القلوب أوه، لا صدق ما يجري لقد فسدت تحفتي أوه، يجعلني هذا أشعر بالغضب أنا أكره الغضب يوم عناق السنفور سعيداً يا ربان وأنا أكره يوم عناق السنفور يا لهذا السنفور المسكين مهما حاولنا معه يرفض عن نظمة، يهرب ويختبئ في البستين أوه، هذه القصيدة تشعرني بالحزن الحزن؟ أنا أكره الحزن سنفور غضبان المشاعر كالحزن والغضب والفرح هي أمور سنفورية طبيعية لا تخجل من التعبير عنها أكره التعبير عنها ربما سأحاول نظرت في المحيط ونظرت في البحر نظرت على اليابسة ولم أرى سوى أنا، أنا، أنا أوه، غضبان، تعالوا انضم إلينا لنستنتع ستشعر بالسنفرة أنا أكره الشعور بأي شيء لكنني حسبتك ستحاول أنا أكره المحاولة لكن غضبان هيا، لنسنفر إلى لعبتنا، أين وصلت؟ أوه، نعم، إلى كلمة المفضلة أنا، أنا، أنا أنظروا إلى هذا، جنية جميلة تريدين مشاركتنا اللاعب؟ هذا غريب، لم أعد أشعر بالرغبة في اللاعب، وأنتم؟ أنا، لا، يا هموني لا تشعر بالحرج غضبان، حين تعتاد الأمر ستجد أن التعبير ومشاركة المشاعر يجعلانك سنفورا سعيدا جدا أوه، أوه سردني عودتكم يا سنافر، لأن غضبان عنده ما يقوله لكم لا يحبنا، لا يحبنا، لا يحبنا، لا يحبنا، لا يحبنا، لا يحبنا، لا يحبنا بابا سنفور، حصل أمر فضيع للسنافر، لم يعودوا يهتمون لأي شيء أبدا، polished بابا سنفور عجبا عجبا تبدو مسنفرا جدا اليوم يا مغرور لا يهمني منسجا أنت العازف الأكثر سنفرة في العالم كله لا يهمني أنا أكره تحفك الفنية لا يهمني أنا أكره لا يهمني لا يهمني لقد وجدتها عصى الجليد العجيبة تقول الأسطورة إن لها القدرة على تبريد قلوب كل المخلوقات الحية معدى الأطفال لأن قلوبهم دافئة جدا مدهش والمدهش أكثر أن هناك طريقة واحدة لإبطال التعويذة وهي أنه على حامل العصى أن يحصل على عناق من غطبان حقيقي لكنها يا غطبان طريقة الوحيدة لإبطال التعويذة إذا لم نفعل هذا اليوم قبل غروب الشمس لن يشعر أصدقائك بالفرح أو الحزن لن يشعروا بأي شيء مجددا لا يهمنا لا يهمنا لا يهمنا هنا كنا نلعب قبل أن يفقد السنافر مشاعرهم بما أن العصى تعطل المشاعر أعتقد أن كلورهايدرس تدبر مكايدها بقلب بارك بارك أصل جليل كلورهايدرس حولت قلب هذه الجنية اللطيفة لتقوم بعملها الشهر انتبهوا أو بابا سنفور تكاد الشمس أنت غير لا يهمني أو لا بابا سنفور ليس أنت أيضا غطبان إن لم تعانق الجنية قبل غروم الشمس لن تعود المشاعر إلى بابا سنفور وإلى السنافر طوال حياتهم لا يا أموني، لا يا أموني، لا يا أموني أو لا دفل ساخر لا يا أمي خاتي عنك يا غطبان بسرعة أنا أنا أتله العناق أوه أرجوك يا غطبان نفعل هذا من أجل بابا سنفور آآ 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 يا آآ 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 آ� لم أرى في حياتي أروع من هذا الغروب بقلبي الجليدي سأتمكن من صنع آلاف عصي الجليد ما يكفي لتبريد كل ابتسامة على واجه الأرض هذا جيد أولا لقد دمرت عصى الجليد نهائياً وقلبي انكسر 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 وليس جيدا يوم عناق السنفور السعيد يا غطان وأخيراً أمسكنا بك يا غطان أنت اليوم بطل يوم عناق السنفور تعرف يا غطبان بطريقتك الخاصة أنت سنفور يستحق العناق أعرف فقدرناني أكره ذلك أراه المهمة مرحباً ولم أرحبنا أنت عمق السفر يومياً التقليد أنت عمق السفر أرحب العناقس يومياً لا يومياً